وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية بمضبطات تصل إلى 208 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 39 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 154 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 25 طن أقماح محلية